بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة حنتكلم عن البرائفت فيلانس البرائفت فيلانس وهي التقنية صاحبة المستند RFC 5517 طبعا مستندات الRFC هي مستندات الIETF اللي هي Internet Engineering Task Force قوة مهمات هندسة الانترنت قوة مهمات هندسة الانترنت هي منظمة بتهتم بتطوير تطوير تقنيات الانترنت والشبكات بشكل عام واحدة من هذه التقنيات مهتمة بانشاها وتطويرها هي البرائفت فيلانس البرائفت فيلانس فكرتها هي تقسيم الفيلان لدينا الفيلان التي من خلالها نستطيع تقسيم الشبكة المحلية الواحدة الى مجموعة من الشبكات المحلية وذلك بشكل برمجي وكل فيلان يجب ان تمتلك Network IP Address او عنوان الشبكة الخاص فيها والاجهزة التي سوف تنتمي اليها سوف تكون منتمية الى عنوان الشبكة الخاص بهذه الفيلان فكرة البرائفت فيلان هي تقسيم المقسم اي تقسيم الفيلان الواحدة الى عدد من الفيلانس ونحتاج الى ذلك لأجل عدد من السيناريوهات اهمها في التالي لو كنا نعمل في شبكة عملاقة وتحتوي على الالاف من العملاء مثل شبكات مزود الخدمة الانترنت سيرفس بروفايدر عندها لو قمنا بتحديد فيلان لكل عميل فسوف يودي ذلك الى استهلاك عالي للعناوين المنطقية الى اي بي ادرسيس سواء كانت برايفت خاصة والمشكلة راح تكون اكبر لو كانت بابلك عامة سيناريو اخر لو كان لدينا اجهزة في فيلان معينة نريد ان نمنحها من الاتصال بالاجهزة الاخرى الموجودة معها في نفس الفيلان عندها راح نستخدم البرايفت فيلان مما يجعلها تزيد من مستوى حماية الشبكة سيناريو ثالث لو اردنا زيادة سرعة فيلان معينة عندها سوف نطبق البرايفت فيلان حيث سوف تقوم بمنع الانناون ترافيك والبرودكاست من الانتقال من برايفت فيلان الى برايفت فيلان اخرى اي قمنا بتقليل حجم البرودكاست دومين اذا البرودك فيلان فكرتها هي تقسيم الفيلان الواحدة الى عدد من الفيلان وذلك لتحقيق الاهداف التالية رقم واحد تقليل الاستهلاك للاي بي ادرسز رقم اثنين زيادة مستوى الحماية في الشبكة عن طريق عزل الاجهزة الموجودة في الفيلان الواحدة عن بعضها البعض رقم ثلاثة زيادة سرعة الفيلان عن طريق تقسيم مجال البث الخاص فيها بالنسبة لانواع الفيلان عندنا نوعين عندنا الكميونيتي وعندنا الايزوليتد الكميونيتي وهذا النوع من البريفت فيلان من خلاله تستطيع الاجهزة في الكميونيتي ان تتصل مع بعضها البعض على مستوى الشبكة المحلية الواحدة في داخل البريفت فيلان واذا اردت الاتصال بشبكات اخرى والانترنت عندها سوف تتصل بمنفذ البروميسوس رقم اثنين او النوع الثاني من البريفت فيلان اللي هي الايزوليتد والاجهزة المنتمية الى هذا النوع من الفيلان سوف تكون غير قادرة على الاتصال مع بعضها البعض مثلا لو كان لدي في الايزوليتد خمسين سيرفر كل سيرفر من الخمسين سوف يكون معزول عن الآخر بحيث كل سيرفر من الخمسين لن يكون قادر على الاتصال مع السيرفر الآخر ولكي تتمكن السيرفرات او الاجهزة الموجودة في الايزوليتد فيلان من الاتصال بالشبكات الخارجية عندها سوف تتصل بمنفذ البروميسوس منفذ البروميسوس او البروميسوس بورت وهو منفذ يتم انشاءه على السويتش هذا المنفذ رح يكون متصل مع الراوتر او اللاير ثري سويتش بحيث يكون المسؤول عن توجيه البيانات سواء كانت هذه البيانات قادمة من الكميونيتي فيلان او الايزوليتد فيلان توجيه بياناتها الى شبكات خارجية وايضا رح يتم توجيهها الى الانترنت في الشبكة قد نحتاج الى تطبيق واعداد كوميونيتي برايفت فيلان الى كل عميل وبالتالي ممكن يكون عندي على مستوى الشبكة اكثر من كوميونيتي فيلان واحدة اما بالنسبة للايزوليتد فيلان فنحتاج الى تطبيقها مرة واحدة كون كل جهاز في هذه الفلان سوف يكون معزول عن باقي الاجهزة في الاسوليتد فيلان عندي هنا كمثال هذه الاسوليتد فيلان وعندي ثلاثة كوميونيتي كل كوميونيتي فيلان لها رقم كوميونيتي فيلان 101 كوميونيتي فيلان 102 كوميونيتي فيلان 103 عندي الاسوليتد فيلان 199 أنتم لاحظين ما يا مثلا عندي هنا في كل نوع من انواع pharmacفر هنا ثلاثة اجهزة هنا الثلاث أجهزة اللي موجودة مثلا في الكميونيتي في LAN 102 رح يكونوا قادرين على الاتصال مع بعضهم البعض ولو حبوا يتصلوا مثلا بالشبكات الأخرى أو بالإنترنت عندها رح يتم ذلك من خلال توجيه البيانات إلى منفذ البروميسوس واللي رح مثلا ينقرها إلى الراوتر أو اللاير ثري سويتش أما عندي هنا الـ isolated في LAN 199 لأنها من النوع isolated فكل جهاز نحن عندي هنا ثلاث أجهزة صح لكن كل جهاز رح يكون غير قادر على الاتصال مع الجهاز الآخر لأن هذه فكرة النوع هذا من الـ private في LAN هو أن كل جهاز موجود في داخل هذه الفي LAN رغم أنهم موجودين في في LAN واحدة اللي هي 199 لكن هي isolated كل جهاز رح يكون غير قادر على الاتصال بالجهاز الآخر يعني الجهاز واحد هنا لن يكون قادر على الاتصال بالجهاز الثنين ولا الجهاز الثلاثة وهكذا كل جهاز رح يكون معزول عن الآخر أما كل جهاز إذا حاب يتصل بشبكة الإنترنت أو بالشبكات الخارجية عندها رح يتم ذلك من خلال البروميسوس بورت طبعا الفي LAN اللي رح يتم تطبيق عملية الـ private في LAN عليها رح يطلق عليها الـ primary في LAN يعني الفي LAN الأساسية هنا أنا عندي في المثال هي الفي LAN 100 في الأصل هي كانت في LAN 100 وتنتمي بالنتورك IP address 192-168-100-24 الفي LAN 100 لما نطبق عليها الـ private في LAN بحيث أن نحن رح نقسم الأشهز الموجودة فيها إلى community 101-102-103 isolated في LAN 199 عندها الفي LAN 100 هي رح تعتبر الـ primary في LAN وما رح نحتاج أننا في 101-122-139 إلى عنوان شبكة خاص بكل من الأربعة في LAN هذه لا رح أستخدم فقط نفس الـ network IP address أو عنوان الشبكة الخاص بالفي LAN الأساسية مية اللي هي primary في LAN 100 اللي هو 192-168-100-0 فبالتالي أنا قمت بتقسيم المقسم قمت بتقسيم الفي LAN وما استنزفت في عملية استهلاك الـ IP addresses لأننا رح نستخدم نفس الـ IP address المخصص لـ primary في LAN 100 طبعا مثل ما ذكرنا الفي LAN الأساسية اللي رح نطبق عليها عملية الـ private في LAN بيطلق عليها الـ primary في LAN أما الـ isolated و الـ community فبيطلق عليهم أحيانا عندنا كذا اسم بيطلق عليهم مثلا secondary في LAN بيطلق عليهم sub في LAN بيطلق عليهم مثلا sub domains أو none overlapping غير مودة داخلة وكل sub في LAN يجب أن يتم إعطاءها في LAN ID خاص فيها مع العلم أن جميع عنواع الـ private في LAN سواء كنا نتكلم عن الـ community أو الـ isolated و المنفذ الـ promises تلقائيا بياناتها سوف تكون قادرة على المرور من منفذ الترنك سواء كنا نتكلم عن إرسال أو استقبال منفذ الترنك اللي هو يربط ما بين switch chain قيانات الـ private في LAN سواء كنا نتكلم عن community أو isolated أو قادمة من منفذ الـ promises سوف تكون قادرة على المرور تلقائيا من منفذ الترنك وهذه النقطة تعطينا ميزة إمكانية تطبيق الـ private في LAN على أكثر من switch وليس على switch 1 فنستطيع مثلا إنشاء community في LAN على switch مثلا واحد وأيضا إنشاءها على switch 2 ولو أيضا هناك switch 3 ممكن إنشاءها وهكذا لاحظوا معايا هنا كمثال switch 2 و switch 1 بيشتركوا في community في LAN 103 عندي الجهاز رقم 1 متصل بـ switch 1 ومنتمي للـ community في LAN 103 وعندي switch 2 متصلين بـ switch 2 وأيضا منتميان إلى الـ LAN 103 community فهذه الثلاثة أجهزة سيكونوا قادرين على اتصال مع بعضهم البعض من خلال منفذ الترنك رو أنهم موجودين في سويتشات مختلفة لكن من خلال منفذ الترنك راح تمر البيانات ويقدروا يتصروا مع بعضهم البعض كونهم ضمن community في LAN واحدة إذن الـ private في LAN زي ما قلنا واللي بيتم يعطاها المستند رقم RFC طبعا قوة مهام هندسة الإنترنت هي زي ما ذكرنا منظمة تهتم بتطوير الإنترنت وتقنيات الشابكة كل بروتوكول أو كل تقنية تكون هي مسؤولة عنها بتعطيها رقم مستند عندي أنا هنا الـ private في LAN رقم المستند الخاص فيها 5517 وزي ما شوفنا منفذ الـ Pommost support أنا ممكن يكون عندي فقط community ممكن يكون عندي isolated وممكن يكون عندي isolated community لكن ما رح أستغنى أبدا عن المنفذ 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 الـ Loswatch اللى يكون متصل مع الـ Router أو switch طبقة ثالثى يكون ومنفذ المنفذ المنفذ الـ policies orwords او مزيج من الـ 2 مع feet الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذه الرسالة اتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته